بالرغم من دخوله عالماً جديداً غير عالم الكلمة المكتوبة، لم تنقطع صلته بالكتابة تماماً فمنذ مفترق الطرق في السبعينيات، توالت عليه دور النشر الدولية في مقدمتها دارو كولينز الإنجليزية، التي رصدت خمسة ملايين جنيه استرليني ميزانية نشر الكتاب الأول سنة بعد أخرى، تحولت كتب هيكل إلى بضائع عابرة للقارات، حتى ترجمت إلى خمس وعشرين لغة دعني أقول أن كتابات الأستاذ هيكل تميزت بعدة سمات شديدة الأهمية أولها أنه يعني امتد عطاءه الفكري والتحليلي عبر حياته كلها بمعنى أنك لا تكاد تجد حدثاً مهماً وقع في مصر والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ولم يوطه الأستاذ محمد حسن هيكل في كتاباته، لنذكر كتبه عن حرب أكتوبر، لنذكر كتبه عن عملية التسوية السلمية في الصراع العربي الإسرائيلي والطريق إلى أصله وكل هذا الكلام أنا كقارئ أظن أنه في كتب مهمة جداً أستاذ هيكل زي تغطيته مثلاً عن الثورة الإيرانية مدافع آياتولله، وهو كان أصلاً بالإنجليزي لدريتورنا في آياتولله وده واحد من أهم الكتب اللي اتلعت أستاذ هيكل وهي كانت عن الثورة الإسلامية في إيران أستاذ هيكل يتميز بأن عديداً من كتبه المهمة قد ترجم إلى لغات أجنبه والحقيقة أنه كان هناك تهافت على ترجمة هذه الكتبات ولذلك أنا أعتبر أنه من ضمن ما يحسب له أنه كان جسراً بين التجربة المصرية وبين العالم الخارجي الذي لم يكن دائماً يعني متعاطفاً مع هذه التجربة نعتقد أن كتابات الأستاذ هيكل التي ترجمت إلى لغات أجنبية لعبت دوراً إيجابياً كجسر بين الرؤى المصرية وبين العالم الخارجي ترجمة نانسي قنقر